أكد وزير البترول طارق الملة أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات استراتيجية في مجالي التكرير والبترو كيمويات تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية بالتوازي مع خفض انبعاثات الكربون في أنشطة القطاع المختلفة جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لوفد من شركة وورلي بارسونز العالمية للاستشارات الهندسية حيث تم بحث معدلات تقدم الأعمال بمشروع مجمع انتاج السولار والمنتجات البترولية التابعة لشركة السيوت الوطنية لتصنيع البترول ومشروع تطوير مجمع التفحيم وانتاج السولار بمصفات تكرير السويس